اشتركوا في القناة 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 هل صحيح أنه تم طلب من التلميز يوم دو ورقة عن تسجيله للسنة الدراسية الجديدة بيلتزموا فيها بمضمون هيدا المذكرة هلأ بقلب التعميم منه مذكور أنه يكون فيه شو بيسموه تعهد بين مضالة يعني ما كان ملزم عبر التعميم أما هيدا التعميم هيدا التعهد يلي هو حصلنا عصوله عنه من الوابسايد طبع الجامعة أكيد تعهد بالتقايد بالتعميم رقم 34 على 2020 الكلية بيحطوا اسمها الفراع اسم الطالب بعد اطلاعي على كافة بنود التعميم رقم 34 الصادر عن حضرة رئيس الجامعة لبنانية بتاريخ 7-9-2020 سوري الخط مش واضح الفوتوكوبية فإنني أتعهد بالتقايد بالتوصيات والإرشادات الواردة في هذا التعميم التاريخ والتوقيع طيب معقول تلميز عمره 18 سنة عم نمضيه على تعهد مسبق على شي بعد ما عمله لهوان فايت على سجنة ريحانية يعني إنه في شي منو منطقة يلي عم بيزير فهيدا التعهد برجع بيطلع كتاب بعد ثلاثة أيام يمكن مش كتاب توضيح حسب ما سمي من رئيس الجامعة بيقول إنه الهدف من هيدا التعميم هو إنه نحن نحسن سمعة الجامعة ونحافظ على سمعة الأسادزة وسمعة هيدا مع العالم ما بفتكر التلميز يلي عم بيشكل خطر على سمعة الجامعة عقد ما الجامعة بزيتها أو إدارتها عم بتشكل هيدا الخطر على كل حال بيطلع بيقول إنه طالما وهنا بعد اللعب على الكلام ماشي يعني بيطلع بيقول إنه الهدف من توقيع هيدا التعهد هو إنه تكون كل تلميز مبلغ عن هيدا التعميم وطالما نشر هيدا التعميم بكل وسائل الإعلام وضجة الدنيا إعلاميا عن هيدا التعميم فإذا نحن هنعتبر كل تلميز مبلغين وأصبحوا على علم بهيدا التعميم هون المغالطة اللي صارت بكتير إذا بدك منظمات وأحزاب بنظرهم بلشنا نطبل ونظمر إنه آه أوكي سحب التعميم لا التعميم ما نسحب ولكن يلي نسحب هو تعاخد من الطلاب مية بالمية باعتباره إنه هن مبلغين أردي من المطالب الأساسية للطلاب هو هي الانتخابات الطلبية يلي وقف بالجامعة اللبنانية من حوالها العام 2008 ويلي هي مفروض تكون الصوت الحقيقي للطلاب كل سنة عم نسمع أخبار إنه السنة لحتج على الانتخابات الطلبية إلى الجامعة اللبنانية وكل سنة لسبب أولي آخر بيتم تطيير هالانتخابات لوين واصلة المفوضات والنقاش مع رئيس الجامعة اللبنانية وإدارة الجامعة اللبنانية حلا بصراحة بالألفان وثماني وقفت الانتخابات على بسبب المشاكل اللي صارت والتضارب والوضع السياسي اللي كان بوقتها بالألفان وحدعش تقريباً بلشت عمل كان عن جد رائع بين منظمات الشبابية تبع الأحزاب وطم وضع مسودة لأنون انتخابة كرمال على أساسه يرجع ينرد هيدا الانتخابات بالألفان واثناش بفتكر طلع هيدا المسودة وبلشت وعود سنة ورا سنة نوعد هالتلميذ أنه فيه انتخابات بالألفان و تسعة عشر بأربعة تسعة بأربعة تسعة لألفان و تسعة عشر بيطلع عنا قرار تعميم كمان من هيدول التعميم الحلوين لأ مذكرة هيدا بيقول فيها أنه بيحددوا فيها موعد للانتخابات الطلبية ولكن اللي بيفاجئ بهذا الموضوع أنه طلع المذكرة تبع الانتخابات الطلبية بناء على أنون انتخابات غير مش متفقين عليه يلي متفقين عليه ولكن بتعديلات أوريجينال يعني اخترعوا الشباب شيء اسمه مجلس طلاب يلي هو بيجمع كل الهيئات الطلبية وهيدا المجلس هو عنده صلاحية بكل شيء يعني ممنوع هيئة طلابية تصرف أكتر من مبلغ شيء رمزي بلا إذن منه ممنوع تاخد قرار بأنه مثلا تعمل اعتصام أو أي تحرك إلا بإذن منه يعني ها كمان تجي بسيق كم دافوة مية بالمية مية بالمية وطبيعة الحال رفضوا أي تعديل لهيدا الموضوع وبسبب هيدول الأوضاع كمان رجعوا وطيروا الانتخابات مثل كأنه السيستامي اللي بتصير هي كوبي بيست يعني عن الدول اللبنانية يعني بالدول اللبنانية بيقلولك آه أوكي مددوا وقتاً تسع سنين للانتخابات أوكي على ما تقول ليد أنه حنعمل انتخابات بس تعهون نتفق على أنون انتخابات وهونيك بتكون المقبرة نحنا طرحنا واضح هيدا الموضوع نحنا إن مع يصير انتخابات بقلب كل جامعة بقلب كل كلية باست على الأنون اللي متفق صار مسودة لقلو بين منظمات الأحزاب والهيئات المنتخبة مين ما كانت تكون هي بتتفق على اتحاد الطلبة على القانون طبع اتحاد الطلبة مش بيجي ما بعرف مين ما بعرف قده بيمثل بيعطي رأيه بقصة اتحاد الطلبة بخلي التلميزي ينتخبه مين بيقرر بقصة اتحاد الطلبة رح نكفي هيدا المحور اللي له علاقة بالعمل السياسي بالجامعة اللبنانية والعمل الطلابي ولكن معي بهذا الأثناء مسؤولية الجامعة اللبنانية بمنظمة شباب التقدم الاشتراكي سارة أبو حمدان سارة أهلا وسهلا فيك عبر هواء صوت لبنان منزور يعطيكم عافية الله يعافيك سارة شو تعليقكم كمنظمة شباب الحزب التقدم الاشتراكي على التعميم الأخير لرئيس الجامعة نحن صراحة كمنظمة شباب بالأولوية عنا هي الجامعة لبنانية والحفاظ على هيدا الصلح الوطني الجامعة لكل الطلاب من كل يعني لبنان فالتعميم هيدا اللي صار نحن نعتبره هيدا ززق من النظام القمعي النظام البوليسي النظام اللي ما بيحترم حريط الطالب الديمقراطية ضمن الجامعة اللبنانية بالتالي نحن كمنظمة كنا أطلقنا بيان ضد هيدا التعميم وطلبنا أن يلتغى هيدا التعميم هلا صراحة رسميا بعد ما ما شفنا خطوة من العميد كرميل هيدا الموضوع بعده كله حكي وبعده كله مواقف من الجامعة لبنانية نطرين موقف مظبوط رسمي يمنع هيدا الشي يمنع القمع الحريات بالجامعة لبنانية يمنع يعني هي بالتالي الجامعة لبنانية هي لتعدد الأراء والانفتاح وتعدد الثقافات بالجامعة كل شي بيمنع هيدا الموضوع هو نحن بنرفضه ونحن رح نكون معاليين الصوت بهيدا الموضوع للآخر لأنه كل شي بالجامعة لبنانية بيكون ضد حريط الطالب نحن ضده شو ملاحظاتكم على تعيموا لإدارة الجامعة مع فيروس كورونا وهل بتشوفوا الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة كيف تلحيمية الطلاب والأساتذة؟ لا شك لا شك هي المسؤولية يعني بتوقع اثنان بالإدارة والطالب بس نظرا العدد الكبير بالطلاب بالجامعة لبنانية الإدارة وازب علي كتير كبير أن تضبط هذا الوضع وللأسف بعدنا ما عم نشوف ضبط لهذا الموضوع يعني من إذا بديل فتلك تفاصيل مثلا بخياس الحرارة ما عم تنكسر حرارة مضبوط بالكمامات كمان ذات الشيء بالقاعات كامتحانات بيكونوا في تباعد استماعي ضمن القاعة بيصلعوا لبر كمان الطلاب كتير ما عم يكون في تباعد اجتماعي فهو مسؤولية الجامعة اللبنانية هي تاخذ الإشجاءات الوقائية المضبوطة كرمان هيدا الموضوع لأنه نحن بنعرف أن الامتحانات هي لمصحة الطلاب والامتحانات مفتودة تكون بس من آخر من هال هذه الامتحانات مفتودة تكون ضمن شروط صحية ورقائية ضمن فلانة الطالب اللي هو عم يعمل امتحان مش العكس شكرا لإلك مسؤولية الجامعة اللبنانية بمنظمة شباب تقدم الاشتراكة سارة أبو حمدان رارف مراد بالعودة إلى العمل السياسي والطلاب في الجامعة اللبنانية عم نلاحظ أنه ببعض الفروع هناك حرية للعمل السياسي عم نشوف أعليم عم نشوف أحزاب عم تتعطى بشكل واضح مع العمل السياسي داخل الجامعة بوقت آخر هناك بعض الفروع ممنوع عليها كليا التعبير عن الرأي أو التعبير عن أي موقف سياسي أو أي عمل الحزب من أي نوع اللي كان ليه بدأيك فيها الاستنسبية بالتعاطي وكيف عم تتعاطوا أنتو كخلاية مع الموضوع مسمحي لي بس ما اعتبر اللي عم بيصير بهذا الفروع حرية لأنه الحرية فيه إلا حدودة اللي عم بيصير هو فرض أمر واقع ضمن منطق الاستكواء بكتير محلات قرار مش عزوقن للشباب بيطلعوا بيزربوا مدير وصارت هيد الحادثة من كم سنة لورا تطويق مكتب مدير يعني يعملوا جماهير بالكوريدورات وهيدو الأخبار أنه ما بيطلع المسؤول المدير أو أمين السرق أو اللي هو غير طي يطلع القرار يلي بيناسبون والأسوأ من هيك ليه أنا ما بسميها حرية خلينا نحكيها متل ما هي اليوم حزب الله وحركة أمل بيعملوا أحياء لكل المناسبات السياسية بقلب الجامعة حتى وصلت معهم الشباب لأنهم يعملوا حلف يمين بقلب الجامعة كتير منيح نحنا مع حرية التعبير السياسي والتمثيل السياسي بقلب الجامعة مش بس لإلنا لكل الناس ولكن هيدا في إلدى وابطة ونحنا بدنا نكون هيدا الجامعة هي عم تبني لجيل مستقبل لشباب المستقبل هل في مين عم بيواعي هيدول الشباب أنه نحنا مخصنا بصور قاسم سليماني بقلب الافروعة اللي هن فيها الشباب وين دور الجامعة اللبنانية نحنا ما عم ننتقد أنه يكون فيه حرية تعبير سياسي بقلب الجامعة لأن نحنا معه ونحنا بدنا إياها ولكن نحنا بدنا التعبير السياسي اللبناني السياسة اللبنانية أنا ما خصني بصور عالم بتمثل سياسات خارجية هيدا واحد فأول شي مطلوبنا الجامعة اللبنانية أنه تسمح بالعمل السياسي ولكن ضمن قطر توعية كرمال تكون الجامعة اللبنانية ملاذ بتحضر شبابنا كرمال يكون عندهم ولاء لبنانة بالسياسة بس يطلعوا على المجتمع على العمل على كل هيدون اتنين الاستنسبية ايه عم بتصير اليوم ما في حزب وخليعنا نحكيها هيك مثل ما هي بفروعة اذا بدك الفرعة الثانية اغلبية الفروعة الثانية الحادثة عم بتصير بعدة فروعة غير ولكن اكتر شي بالفروعة الثانية عطول في مشكلة مع اي نشاط حزبة بيصير او اي نشاط سياسي اه على الطاولة بيقلولنا ايه اهلا وسهلا باي ممثل سياسي بيعمل ندوة نحنا مع انه يصير فيه اه شو بيقلوله اه يعني تفكيف سياسي للطلاب بس بيقلولك ياها اداريا يعني بدك موافقة رئاسة الجامعة وبدك موافقة ما بعرف شو بتموت بالرجل مية بالمية فهيدا المنطق صراحة نحنا رفضنا من اول ما طلع القرار بهيدا الموضوع ونحنا خليانا من بعد ما هيك بصيروا يقطعوا ليك ميساجات تحت الطاولة انه طب ما هيدا الخلية سميها على اسم كلوب مثل ما بيصير بالجامعة الخاصة مية بالمية نحنا بعدنا بقلب الجامعات خليانا تبع حزب الكتاب اسمهم خلية حزب الكتاب اللبنانية فيه كلية واسم الكلية هيدا اسمنا وعننا رئيس خلية بقلب كل الجامعات وبيطلع بيعرف عن حاله كرئيس خلية لكل مدير بس يستنين نحنا محا نرضخ لهيدا الموضوع ومحا نستسلم لانه مقتنعين انه خمسين بالمية اذا بدك من مشكلة البلد اللي نحنا فيها اليوم هو انه عطول في عنا مقولت انه هيدولي اذا منا خليون يتعاطوا سياسة بيخبطوا بعض انت بكتير منيح ما انت بالجامعة يلي بيفوتها يدرس اعلام هيدا ما انه فاية اعلامة هيدا فاية تلميذ وبعدين بيطلع اعلامة فخلي هيدا التلميذ يفوت يتعلم كيف يشتغل سياسة صح بقلب الجامعة فتح له هيدا القطر وما انت تجي تكبسه بقمع وبيمنعه عن حرية التعبير وبالاخر تبرم تقول ها شفت هيدا ما بيعرف يشتغل سياسة انت لانه بيكون الحق عليك ما علمته على واتساب صوت لبنان فوقات بيبعثنا سؤال هل من ضرورة لعمل الحزب بالجامعات بيظل وجود احزاب طائفية بالجامعة راحين نتعلم مش نتقصم طوايف واحزاب الاحزاب بقلب الجامعة ما بظن حدا عم يشتغل طائفيا تليست عم بحكي عن حال احنا ما بنشتغل طائفيا احنا حزب ما انه طائفة اصلا احنا حزب لبناني هل ضرورة يكون فيه احزاب انا برأيه ضرورة يكون فيه احزاب لانه الحزب منه بع بع الحزب هو مجموعة عالم بيتشاركو ذات الرأي السياسي وذات البلان المستقبلي نحنا مع انشاء احزاب جديدة مع انشاء طيارات جديدة مجموعات جديدة تعدد الاراء ما نخاف منه نخاف من العالم يلي ما بتعرف انه تتقبل تعدد الاراء اما الاحزاب يلي ما بتعرف تتقبل تعدد الاراء هاي دي احزاب المشكلة منه مش المشكلة بفكرة الحزب وانا بدي الفط النظر على شي شوي حيكون سائلة مني بس حقولها بصراحة يعني انا بدعي الشباب اللبناني وبحب خبره لفؤاد انه ينتبه على شغلة بقلب بقلب الجامعات بقلب الشباب في فرق بين الاحزاب في عنا احزاب مؤسساتية وقليلة جدا تعريفة هو الحزب يلي مبنى بمجموعة اشخاص مش بشخص واحد وحقعت اكزامبل صراحة بكل ثقة هو حزب الكتائب اليوم مبنى بمجموعة اشخاص تعاقب عليه لحديث اليوم سبع رؤساء واكب اللبنان من قبل الاستقلال وبعده يعني مش جيل واحد من شخص واحد مستلمه لانه بده يكون عمره 150 سنة صار تحت هيقدر يكون مستلم شخص واحد في عنا هيدا النوع وفي عنا مجموعات لتابعين يعني جماعة زعيم اتنظموا تحت اطار حزبة يعني مجموعة اشخاص تابعين لهيدا الشخص نظموا تحت اطار حزبة وترقص هيدا الحزب ما بعرف شكله الى اباد الابدين ما بدأ ايا بعد ما تبين اذا لا اباد الابدين ولا لا لانه صار لهم معامرين الشباب فخرينا نفرق بين هيدولة مش كل الناس بتنحط بسلة واحدة ومش كل الناس بتنقاس بزيت الكال يعني بدي اذكر المستمعين وخاصة طلاب الجامعة اللبنانية اللي عندن اي تعليق او اي مشكلة حابين يطرحوها على الهوى بارقام صوت لبنان 01325555 او 76611005 ومدخلتكن كمان بنتلاقيها عبر واتساب 76611001 لحنا ننتقل للمحور المتعلق بالسنة الدراسية مع انتشار ريروس كورونا انتو اول الناس يلي علوا الصوت بيلي صار بكلية الحقوق الفرع التاني بجلد ديب حطنا شوى باجوى شو يلي صار من حوالة 3 او 4 ايام سراحة قبل قبل ما نتطلع الخبرية للعلن بدي بدي اللهم يعطيهم العافية للشباب بالجامعة الشغل اللي اللي عم بينعمل ويعطيهم العافية للإدارة حتى بيستاهلوا وانا بفرق كتير بين إدارة الكليات وبين رئاسة الجامعة اللبنانية لانه إدارة الكليات هنه عالم كفوقة ولكن مكبلين بإمكانيات بالقطارة بينعطو من رئاسة الجامعة فاللي صار هو كان عم بيتاخد إجراءات باللحم الحي يعني بحسب قديش في عندهم مقديرات الجامعة عم بيقدروا يقدموها صار فيه إصابات مؤكدة كان فيه تباين بوجهات النظر بين الأحزاب بقلب الجامعة انه هل بنوقف الفحوصات او هل منكمل الفحوصات صراحة نحن منشوف انه اليوم كورونا هو يمكن مرض يمد سنين والمطلوب هو اخذ الحيطة والحذر ومش مطلوب انه نجمد حياتنا بعد اليوم فاليوم بدنا نبلش نحضر حالنا لانه الحياة بحاجة لانه تستمر ولكن ما حتستمر متل ما كنا عايشين قبل بدأت تستمر الحياة بإجراءات إجراءات هي بتقول انه بطبيعة الحال إجراءات الوقائية لا ماني ماني وزير صحة بس انه بحد الأدنى نهاريا اللي بصير في عنا إصابة بقلب جامعة نكون بإذن من الأشخاص نعلن اسمهم وبوجههم تحية ونشاء الله على سلامة انه ما كان عندهم مشكلة ينعلن اسمهم أعلنوا اسمهم وكل من اختلط معهم راح يعمل الفحوصات اللازمة وهيدي هي الإجراءات اللي فينا نعمل هلأ المشكلة اللي عنا إياها وهيدي الإجراءات اللي عم يعملوها قردي وبيوعي كل الأطراف والشباب تحت بس المشكلة انه في عنا إذا بديك تقصير من الجامعة من أي ناحية يعني ما في عنا الجامعة ما بيعرف يمكن صلى تقريبا في ثلاثة شهر أو شهرين عم بينعمل الفحوصات مثلا هعطي أجزامبل مش الحق هعطي أجزامبل كليت العلوم عم بينعمل فيها فحوصات العلوم وعم ينعمل فيها فحوصات الجستيون لأنه ورا التفجير بطل بقى بينعمل من ذاك الجستيون الفرع الأشرفية كرم الزيتون مية بالمية فهلأدى في لود تلميز بعد ما ما عم بيصير في عنا بجت للتعقيم ما عم بيصير في بجت تعقيم لا ولا جامعة اليوم مظبوط يمكن قطعت قبل شوي أنه مش كل الناس عم بيتاخد حرارتها بس تفوت على الجامعة عم بيكون فيه اتكال على وعي التلميز بزيتهم أنه يكونوا عم ينتبعوا هذا الموضوع وهذا شي مرفوض لأنه هذا مش شغلته التلميز رايح يتعلم مش رايح يعمل نيرس أو يكون رايح يعمل سوبرفايزر على تطبيق عم بيكون فيه تباعد تباعد بقلب صفوف عم بيكون موجود بس أنه فيه أسس يعني مجبورين بطه يكون فيها يعني ما يكون فيه تباعد بين الممرات عندك الساحات بره ما بعرف كيف التلميز عم بيطلع لأ كمان فيه دور للتلميز يكونوا هني وعيين على هذه النقطة يعني مش بس الحق على الإدارة صحيح ولكن بفتكر أنه فيه بجت مفروض تنصرف وهي ده يعني بستحى صراحة بس بدأ أحكيه بستحى أنه بالألفان وعشرين وعبر أثير إزاعة صوت لبنان اطلع أقول أنه بزمن الكورونا خي خي صرفوا صرفوا بجت للصابون بالحمامات والكليناكس لك ما فيش جامعة فيها 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 حمام مجهز باستثناء الهندس الهندسة هي عجيبة نحنا عنا إياها بالجامعة لبنانية ما بعرف يعني برافو شابوا بالا الإدارة بس كل الجامعات التانية ما في عنا ما في عنا جنسة وفي كل الفروع ولا بس بالفروع التانية هيدا المشكلة نتفاجأ صراحة أنه غير فروع أو خي نحكي مثلا الفرع الأول في شركة ملازمينة للصيانة وللتنظيفات نحنا في عنا موظفين ما بعرف قديا عم بيقبضوا مع عاشيتهم صراحة بس هن شغلتهم أنه يكونوا عم بينطفوا جمعين بتلاقي شخصين ثلاثة شغلتهم ينطفوا أربع بنيات مثلا اللي هو شي منو منطق فلا أنا كنت صراحة أنا تعلمت سنتان بالفرع الأول ولأ وضع الفرع الأول ما نو متل وضع الفرع الثاني الفرع الأول هو عم بينال جزء من الصيانة هو عم بينال الاهتمام كنظافة يلي هي روتينية يومية الوحل بيستحي يحكي فيها يلي هو محروم منها تلميز الفرع الثاني من المتوقع أنه مع بداية العام الدراسي جديد انتقال عدد كبير من الطلاب من الجامعات الخاصة إلى الجامعة اللبنانية بعد الأزمة الاقتصادية اللي عم بيعانوا منا هل البنى بتحتية للجامعة قداجة هزا تستقبل هلكم الهائل المتوقع أنا سمحيل يذكر بتعميم كمان بحبهم أنا هيدول التعميمات لأنه أوريجينال بيجو من رئيس الجامعة سمحيل يذكر بتعميم طلع من شي سنتين ثلاثة عن رئيس الجامعة منع بموجبه أنه يتسجل التلميذ بأكتر من اختصاص يعني مثلا أنت تلميذ أي حقوق بالجامعة اللبنانية ما بحق لك كمان تتسجل إعلام بالجامعة اللبنانية وهون كنا بصوت لبنان كان فيه المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة كان بحسب توضيحه لهيدا التعميم هيدا التعميم طبعا لأنه منه قانونة قبطل بمجلس شورى الدولة وقلنا لهم أنه حيبطل وما كانوا مصادقين فهيدا التعميم بالنسبة لقالهم كان السبب أنه لا ما فيه يكون التلميذ عم بياخد محل غيره أنه فيه عنا مشكلة أنه جامعة اللبنانية عم بيجي لعند عالم ما عم بيقدروا يستوعبوا هيدول الناس وبالتالي كرمال يقدر يأمنوا تعليم لأكبر عدد ممكن من التلميذ ما فيه يجي التلميذ ياخد محلين بكلتين طب كتير منيح ما زال شايفين أنتوا هيدا المشكلة وجربتوا تحلوها بطريقة كتير كتير رجعية نازل شايفينها من ثلاث سنين شا عملتوا لتحلوها نحن اليوم بال2020 عنا مشكلة أنه التلميذ بلبنان ما أنه بقى قادر يدفع قصة الجامعة الخاصة وإذا بده يروح على الجامعة اللبنانية في عنا اكتزاز عم بيبلش يصير بقلب الجامعة اللبنانية يعني الصف بيكون فيه أكتر من يعني صفوف أول سنة في عنا الاختصاصات ما فيها كونكور معقول يصل ستمية سبعمية شا عملنا ما عملوا شي وبالتالي هيدا إذا بدك هيدا اكزامبلار صغير يعني أنه الجامعة ما بيعملوا شي بيعرفوا أنه فيه مشاكل بيعرفون المشاكل ما بيعملوا شي شو الحل تعميم 34 ممنوع الوحد يحكي هيدا هو الحل هل نقشتوا مع إدارة جامعة بخصوص هيدا الموضوع كنقاش مع إدارة الجامعة حلقة مفرغة يعني نحنا كذا مرة مجتمعين مع رئاسة الجامعة آخر اجتماع كان مع رئاسة الجامعة مع دكتور أيوب كان بسبب الأضراب الأساتذة وأنا كمان نستفيد من الموضوع عن قصة أضراب الأساتذة كان الاكتراح تبع دكتور أيوب أنه يطلع بيان مثل استفاف للطلاب كلهم سوا بوج الأساتذة أنه أنتوا يا أساتذة ستكون مضبوط بس أنتوا عم تعملوا شي غلط السياسة يتوضع لبنانيين بوش بعض 100% 100% فإدارة الجامعة هناك تفكيرها رئاسة الجامعة هناك تفكيرها رئاسة الجامعة بتذكر أول ما استلم دكتور أيوب بأول اجتماع عملنا معه كان كتير واضح ونحنا بوقت اتفاجأنا أنه في حدا صريح لو منه عم بيحكي الحديث اللي منتمنى بس كان واضح أنه هو آخر اهتماماته الانتخابات بالجامعة اللبنانية كيف بدك تناقش حدا هيك ما عم نفهم يعني زلمة آخر تعميم يلي ذكرته من شوية ده اللي رايح فيه للآخر اللي بالآخر إجا مش للشورة الدولة قال له خي هذا مش قانونة أبطال له بدا الرايح بوج تلميز للآخر هل وهون كمان يعني دمن التوضيح اللي طلع عن تعميم تبع 34 عنه بيقول أنه هو الهدف منه تحسين التواصل بين الطالب والجامعة طيب التحسين التواصل بين طالب والجامعة سمع هواجز الطلاب ما في عندك انتخابات يوصلوا لك هيئات منتخبة هواجز الطلاب طيب فيه منظمات شاببية عم تحكي فيه عالم مستقلة عم تحكي وكلنا عم نحكي زيت الحديث سمعنا يا دول الناس بالعودة للشئ الأكاديمي فيه كتير من الطلاب طالبوا بانتخابات خصوصا انه ببعض الفروع استغربنا انه فيه حتى نقص بوراق الأكاتر وانطلب من الأساتذي تسجيل أونلاين مش انتخابات عفوا الانتحانات أونلاين فيه ببعض الفروع كان نقص بوراق الأكاتر وانطلب من الأساتذي انه كل الفحص ينحط على ورقة واحدة او يتحملوا هن تكلفة هيدا الموضوع وين بيلاقيك فيه عواقق كتير تسيروا هالامتحانات على طريقة الأونلاين وهاي كمان يمكن بتشيل مشكلة الكورونا بتخفف شوي من هالاقتزاز مشكلة المادية اللي عم تقطع فيها الجامعة اللبنانية جزء منها بعود لأنه الدولة بطل بها قدرة تبزخ بمصرياتها بطل بقى في عنها الأد مصاري والسبب الثاني هو أنه سوء إدارة بمالية تبعى الجامعة اللبنانية يعني في عنها صرف مصاري بمحلات خطأ يعني مثلا اجزامبل صغير ما بعرف مختلفين كانوا على خريطة بآخر توضيح من أحد الأشخاص برئاسة الجامعة بيقلنا أنه مختلفين شي على خريطة على طريقة كرميل يعملوا مجمع أكبر لمجمع بيار جميل بالفنار تايدم الكليات التانية بمجمع جامع لأنه في طلبات كتير لتوحيد الفروع التانية بمجمع مية بالمية طيب خيزبطوها ما أنتو سألكم مدرك كم سنة حعطيك يعني حسب معلوماتي يمكن مانا كتير دقيقة بس تقريبيا نعنا حوالي خمسمائة مليون بالسنة بتندفع أجار الحقوق مثلا عنديك 700 مليون تقريبا بالسنة بتندفع أجار الفنون ما أنا أكيد من الأرقام ما ها أقول أرقام بس الأكيد الأكيد أنه في أرقام باهزة عم تندفع أجار أبنية طيب لين بدنا نستأجر أبنية نحنا قادرين نعمل أبنية نضم فيها كل هيدول التلميذ ونخفف هيدا المصروف ساعتها من خلال هيدا الموضوع بيبطل بقى فيه عنا هخبرك أكتر من هيك فيه مشكلة في جامعات هلأ واقف كان فيها من فترة تجري لأنه ما في عندهم ورق تبع الوصولات كانت يطلع بطاقة بلاستيك سأل تطلع بطاقة ورق وبتروح بالجلدية هيدول المشاكل نحنا بيغنى عنهم كنا بيغنى عنهم نرجع لقصة نحنا مع أنه نكون عم نواكب التطور واليوم أنا برأيي المشكلة ليش ما قدرنا ننجح كجامعة لبنانية بقصة الانلاين هو التكبيل السياسي للجامعة اللبنانية يعني اليوم إذا بدون يفوتوا دكتور على الجامعة اللبنانية بدتوا قرار مجلس وزراء بيدخل ضمن المحاصصة بلبنان مثل العادة تبخي الجامعات الخاصة عم ينجحوا لأنه عندهم عطول دكاترة جداد عم بيواكبوا التطور العلمي قادرين أنه يعملوا ندوات لدى كاترتون نحن مقيضين ماليا ومقيضين سياسيا بالتعيينات مش عم نقدر نواكب إذا بدك من ناحية ومن ناحية تانية كمان حتى كتجهيزات لابراطورات وهيدول الخبار كمان عندنا مشكلة فيهم هيدا عم بأثر على المواد التطبيقية كمان صح ومن ناحية تانية إمكانيات هال دولة كلهم المشاكل بيجرجروا بعض وصلنا لأنه ما قدرنا نطبق الانلاين على كل الفروعة في فروعة نجحت فيها لحالة مثل مثلا كلية الهندسة الفرعة التانية نجحوا بقصية الانلاين وقدروا يعملوا الفحوصات وفي جامعات اضطروا أنه يأجلوا 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 تينزلوا تلميذي يعملوا الفحوصات تحت بالجامعة وصلنا نطرح احدى هاي ده الشكاوة بعض طلاب الجامعة عم بيشعروا بضغط وبيظلم بسبب اول شي كترة المواد بسبب الازمية الحضور ببعض الكليات بيظل ان طلاب الجامعة اللبنانية عدد كبير منهم كمان مضطل يشتغل شو رؤيتكم لحل هاي ده الماضي اللي يبيقى الجامعة والضغط اللي عم بيشعروا فيه الطلاب ان كان بالجزء اللي اللي علاقة بالحضور وما عم بيقدروا يشتغلوا ولا حتى بكمية المواد اللي ما منشوفها بالجامعة الخاصة لكن المشكلة بان هاي ده الناحية انا برأي نزام الامداء يعني اللي اعتمد عام 2010 نجاب اذا بدك من فرنسا هو وبلش يتطبق عنا بلبنان اتطبق ضمن الامكانيات اللبنانية يعني نجاب مشروع كتير كبير حطوه عامكانيات اللبنانية يعني هيدا نزام بيفرض انه يكون فيه سيستام كريديات ا بارماتيار ا ولكن كمان بيفرض يكون في عندك اتليست بقلب الجامعة اللبنانية مكتب يأمن لك ستاج لتلميز يلي بحاجة لستاج مش يروحوا يترجوا فلان وعالتان بيفرض انه يكون في عندك قانتين مرتب للجامعة البنية دورمز مرتبين بقلب حرم الجامعة بيفرض يكون في عندك يكون الوقت مليابل يعني الدوام طبع للتعليم يسمح للطالب انه يتعلم يشغل وهون بده الفط النظر على شغله الافريج طبع الطالب القصد اللي عم بيدفعه هو 300000 ليرة تقريبا سنويا كرمال يتعلم طيب هيدا الزلمة يعني كلنا بفتكر انا تلميز جامعة لبنانية انت تلميز جامعة لبنانية واللي عم يسمعوا في كتير بيعرفوا تلميز بالجامعة لبنانية بيعرفوا انه تلميز جامعة لبنانية بعيش حياة مغوار بالجامعة طب هيدا الشخص لو قادر يدفع قصة جامعة خاصة يضبط ضوامه على راسه ويضبط وقته نخلق لهم طريقة دوامات نفتح لهم مجال انهم يشتغلوا كمان ضمن دوام تبع الجامعة يلي هو شي بيصير بكل الجامعات او اتليست نخلق لهم فرص عمل بقلب الجامعة سؤال اخير الاهمال يلي عم تشهدوا الجامعة اللبنانية معقول يقدى لانفجار الوضع بهالجامعة يعني ما بعرف قديش بعد فيه اسوأ من الوضع اللي نحنا فيه اليوم يعني نحنا اليوم فيه كليات بعد عم تعمل فحوصات طبع اول سيمستر نحنا بالوقت اللي صرنا نص سبتمبر فيه عنا عام دراسة مش معروف بعد اذا حيبلشو انلاين او حيبلشو حضوريا فيه عنا توقعات باركام كتير كبيرة لناس بده تجي تتسجل بالجامعة اللبنانية ما حنعرف قديش حتقدر تستوعب الجامعة وحصوصا انه هلق كما في عنا كورونا اللي هو زيادة فانا بتمنى انه يكون فيه حال طوارق بالجامعة اللبنانية كرمال تقدر تستوعب كل هيدول المصاعب اللي حنقعد فيها حنقطع فيها لانه حرام انه ايدال الصرح الاكبر بلبنان عم بيتعرض لهيدا هيك النزول ديكلاج شكرا للك مستمعين شكرا لمتابعتكن وما تنسوا تبعتونا اكتراحاتكن عبر هاشتاج مش فالين على تويتر بحب اشكر ضيفة بهالحلقة رئيس دائرة الجامعة اللبنانية بحزب الكتيب رالف امراد وكانت معنا مسؤولة الجامعة اللبنانية بمنظمة شباب التقدم الاشتراكي سارة ابو حمدين بمداخلة عبر الهاتف تحية من المخرج الحلقة سيمون صور صوت لبنان صوت الحرية والقرابي